طب هنروح للخبر اللي بعد كده النادي الاهلي طبعا فريق الكرة الطائرة الماسترز فريق يعني اجهد كل الفرق بارقامه النادي الاهلي يكرم فريق رجال الطائرة بعد الارقام القياسية اللي اتحققت مجلس زارة النادي الاهلي برئاس كابت المحمود الخطيب قرر تكريم الفريق الاول لرجال الكرة الطائرة بالنادي بعد الانجازات الكبيرة اللي حققها الفريق في الفترة اللي فاتت سواء على المستوى المحلي او القاري القرار الجاه طبعا ده بجي بقى في إطار حرص مجلس إدارة لدعم كل الفرق الرياضية وتحفيزهم علشان يقدروا يحققوا اللي جاي من البطولات في الموسم القادم وطبعا حضراتكم عارفين المسترز معهم رقمين قياسيين ب81 لقب فوزهم ب81 لقب هو الأعلى في العالم ما فيش فرقة في العالم فاسد ب81 لقب وبفرق كبير عن أقرب فريق بعده اللي هو 66 بطولة أما الرقم الثاني فكان هو فوز الفريق ب102 مطش على التوالي في كل البطولات سواء المحلية والقرية وطبعا زي ما حضراتكم تبعتوا الفترة اللي فاتت تكريم المجلس لفريق السلة وفريق برضو اليد بعد ما خد بطولة أبطال الكقوس يعني الحقيقة بدأ يعني إن شاء الله بداية الموسم إن شاء الله تبقى نجحة وخلينا أقول لكم حاجة أن المسترز الأرقام دي وثقها جمهوره الأرقام اللي أنا قلت لحضراتكم دي جمهوره اللي وثقها جمهور نادي الأهلي العظيم هو اللي وثقها جمهور الكرة الطائرة هو اللي وثق الحاجات دي وثق الأرقام وأثبتها بالدليل واخدته منها بقى كل طبعا يعني الانتحاد الأفريقي وغيره وغيره وتم إثبتها دي الأرقام ومسجلة باسم المسترز كل التكريم لهم وكل التوفيق لهم بإذن الله حنروح للمشاهدة